الحديث ده من أجل أنا عندي فيه مجموعة حديث كده اسمها أحاديث الاتزان هذا من أهم الأحاديث التي تأخذ الناس إلى الاتزان وخاصة فيما نحن فيه دلوقتي الناس بتفتكر أن القوي هو اللي يقدر يواجه البلطجة بالبلطجة ونحن شايفين بلطجة الآن بتحصل فالناس فاكرين أن المؤمن القوي يتبادر لإزانهم على طول قوة البدن فقط لكن القوة في كلامه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي تعني في أول معانيها قوة الإيمان لأن القوي تعود إلى الوصف السابق والإيمان يبقى القوي المؤمن القوي يعني وكأن الحديث يقول القوي الإيمان المؤمن القوي قوي الإيمان يعني أي قوي الإيمان يعني الذي إيمانه قوي راسخ لأن بعض الأحيان بيبقى كده نحن نقدمين الإيه الوصف أو يبقى المقصود هو إيه هو تقديم الوصف على الموصوف يبقى قوي الإيمان من هو قوي الإيمان يبقى قوي الإيمان خير وأحب عند الله من ضعيف الإيمان ده أول معنى ده المعنى المتبادر يعني يبقى الرجل القوي يعني الرجل القوي في رجلته جزء من الرجل هي الأخلاق يبقى المؤمن القوي يعني القوي في إيمانه لأن المؤمن القوي في إيمانه إيه اللي حصل تحمله قوة الإيمان على أن يكون حيث أمره الله سبحانه وتعالى يحمله قوة إيمانه إنه يكون على مراضي الله يبقى قوة إيمانه هي التي تفتح له باب أن يحيا يتفتح له باب الحياة الطيبة تهيحيا في الحياة الطيبة يحيا في الحياة الطيبة بالإيه؟ بالرحمة وبالخير وبالجمال يحيا في الحياة الطيبة بإيه؟ بالثبات على المبدأ وميزوه شوية أشياء بتحصل كده أحب يقول لي أنت بتعمل بأيديك كده شوية أشياء اه يا سيتي اللي ارى التاريخ واللي تأمل في الحياة واللي احنا عشنا حاجات عشنا حاجات كتيرة يعني مش انا بس عشان انا سني متقدم بس انتو كمان عشتو احنا لسه من عشنا احداث كتيرة جدا 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 وكتير من الناس كانوا بيناموا وما يحسين انهم مش هيقوموا تاني لكن ربنا سبحانه وتعالى قوي الايمان الذي يعرف ان الاكوان والانسان ماذا عند مراد الرحمن فيش حد ايا كان واحد بقى بيدعي انه عنده قوة العلم والتكنولوجيا وابة لا احنا عندنا اللي فوق الابة عندنا الله فاحنا ما عندناش ما بنتهزش من اي كلام لاي حد ده مش معناه عدم قوة الجسد على فكرة ان احنا مطلبش القوة الجسد لا طبعا قوة الجسد دي مطلوبة على فكرة قوة الجسد دي نعمة فازاي ما نطلبهاش ان الواحد يكون قوي في جسده دي نعمة اسمها نعمة العافية ونعمة اسمها نعمة الصحة واللي حتى في البلاد البلد لما تكون قوية في جسدها يعني عندها سلاحة او عندها ده عافية دي لكن مش المعيار على فكرة الوحيد للقوة وده معناه مهم جدا لازم نفهمه ان معيار القوة مش القوة الجسدية بس مش القوة الجسدية بس وكل جسد دي لوحدها ما تعملش انسان راسخ ما تعملش رجب لكن تعمل ايه ممكن تعمل بلطجة وعشان كده احنا بنتميز في حياتنا وفي بلادنا هنا ان دايما القوة لازم تبقى فيها رحمة عشان تبقى القوة دي قوة انسان مش قوة وحش احنا نحب الانسان القوي المؤمن القوي مش الوحش في ناس بيفتخروا انهم موحوش على فكرة الوحش ده ممكن الانسان يسيبه بعقله بأي شيء بسهل الوحش ده ممكن الانسان يسيبه لانه بيفقد عقله كتير بتسيطر عليه القوة المادية ولا بتسيطر عليه وهم القوة المادية فتستطيع ان انت تستاضه بسهولة فالوحوش في الحقيقة على قد قوتهم لكن الانسان يستطيع انه يتخلص منهم لما يتوحشوا يبقى القوة ان القوة ما زال الرسول اللي يا صلى الله عليه اعرض لنا حاجة مهمة جدا جدا من معايير القوة ان القوة ان انت تتحكم في انفعلتك وانك تدرها كمان بشكل في حكمة وسلام على مصر ويا بتدير انفعلتها وكمان بتدير انفعلتها بحكمة ونزاك رسول اللي يا صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرع انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب عشان ايه اصلي الغضب ده الغضب يستخدمه الشيطان ويستخدمه النفس الامارة بالسوء فاذا ملكت نفسك عند الغضب ايه اللي حصل رأيت مدد الله رأيت عون الله وهو بيعينك ان انت لا ينفلت حالك وعشان كده وجه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف يبقى المؤمن القوي خير واحب وعند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل واحد فيه خير لكن علشان محدش يتوهم ان حد من الناس ان المؤمن الضعيف لا خير فيه بل المؤمن الضعيف فيه خير فهو خير من غير المؤمن وهو بياخد لمعنى مهم جدا جدا ان الناس مهما كان فيها خير دورنا بس ان احنا نعرف ازاي نطلع احسن ما فيه يبقى كل الناس فيهم خير حتى لو كانوا ضعفا ازاي بقى تطلع الخير فيهم علشان كده بقول التواصل هو انك تساعد الناس ان تخرج احسن ما فيها ونزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير ممكن يساعدنا كتير في حل مشكلات مختلفة في علاقتنا لان كل ما تستثمر في علاقاتك كل ما كانت نكحة لكن الاستثمار لازم يكون ان انت عن بحث وتقييم فتخلي كل شخص في المكان اللي هو يقدر يبدع فيه انا ما رأيت شيء يجعل العلاقات منورة مثل استثمارة فكل ما شجعت الناس وحاولت تتخرج احسن ما فيهم وتمتني لوجودهم في حياتك وكل ما حاولت تعملهم باحسن ما عندك كل ما كانت علاقاتك منورة وعشت سعيد بينهم وتفتكر دايما وفي كل خير بعد كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يكمل وصيته النبوية الغالية وعشان كده ايه اللي حاصل احنا طول الوقت بنسعى وبنعيش ان احنا فينا خير والخير دوت بمدد الله وبنعمة الله حتى لو حد يقلنا انت فيك ضعف بقول له بس فيه خير وان الله سبحانه وتعالى يعظم هذا الخير كما يشاء فمحدش ابدا يقول لي يوهبني ان انا لو عندي ضعف ان انا خلاص ما بقيتش نافع لا 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 خالص حضرت النبي ابطل هذه العبارة حتى لو انت ضعيف حتى لو الناس في الامة دي عايشين بر قوة التكنولوجيا مدام فيهم ايمان وفيهم حرص على انهم يتقدموا فيهم خير وربنا يمدهم ويوسع عليهم ويخليهم افضل ويخليهم اقوى ترجمة نانسي قنقر